انا عايز اخد التأثير ده في برنامج كلنا شرحته ده باش مهندس عشان في النهاية اقول لك ان الانيرشيا دي عامل مهم جدا 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 في موضوع الترخيم وما ينفعش ان احنا نستهين به وناس كتير جدا باش مهندس ما بتتكلمش عنه وبطروح تعمل تشيكة على الترخيم كده مباشرة ما بدون ما بتاخد جزء الترخيم او جزء الانيرشيا معاها في الاعتبار وشرحه بشرح مستفيد للطلبة فاركز كده معايا بالله عليك انا دلوقتي عايز مش احسب الكلام ده الكلام ان انا حسابته ده مش عايز اعمله موحرام عليك انك بتحسب كل كاميرا وكل عنصر انشايا موجودة عندك بتحسب له الموضوع هيبقى صعب جدا ومرهضة الكلام دا بتعمل في الكلية وبتعمل كمان في الكلافة اللي امتحاب بيجي لك كاميرا بيجي لك سأف بان بسيط كده لكن احنا في المشاريع الكبيرة بتاعتنا بقى في الافراج والمنشاة السكنية الكبيرة فمحتاج ان انا استخدم البروجرم احنا عملي البروجرم عشان نستخدمها فبالتالي انا عايز اقول للبرنامج احسب لي مين احسب لي انا عايزك تحسب لي برنامج يا سيف اه عشان اقدر اعمل تشيكة عالدرخين بصورة حقيقية واخد معايا معامل ان ان القطاع ممكن يكون مشارك مش اه ومش كراك دي هو جزء تشريخ فيه بس الضبط احسب للحالة الحقيقية المين للقطاع بتاعي فازن انا عايز اخلي البرنامج يحسب منها او عايز دخل البرنامج وعايز دخل البرنامج وعايز دخل له الام وعايز دخل له برضو مين الام كل دول اربعة بالنسبة لي او اربعة انا محتاج ان انا ادخلها للبرنامج ادخلها ازاي ركز معايا او انا انت في برنامج مش بترسم العنصر انشائي ابرسمه وقبل ما بترسمه مش بتعملو يعني مسلا انا عايز بتعرفها بتقول ان الكاميرا دي لها ماتيرا المعينة ولها قطاع كروس سكشن بي كزا وتي كزا فبالتالي ترمأ من خلال ما من خلال ادخالك للدفاين سكشن ده للقطاع الخرصاني اللي عندك ازا هو هيقدر يحسب مين اصلا هيقدر يحسب هو عنده كده في بتاعته متبرمج ان هو لو دخل له اي قطاع لابعاد خرصانية هيقدر يحصل على مين? على اللي هو تكعيب على الاتنشفة بالتالي لو انت دخلت الابعاد الخرصانية بصورة صحيحة هتقدر تحصل على مين? على بتاعتك. طيب بش مهاندس انا بقى عايز اقول له يا بش مهاندس احسب لي بالله عليك الام كراكد. الام كراكد عندنا يا بش مهاندس في القود المصري قالك هي عبارة عن مضروبة في مين يا بش مهاندس ان اللي هي تقريبا نص مين? نص القطاع او نص اللي عندك. ففي التالي هو هيقدر يحسب لوحده. وانت من شوية قلت لي هو هيقدر يحسب مين? ازاي المشكلة في مين هنا? في انا عايز اقول للبرنامج ان مقاومة الشد الخرصانة بقما معاينة طبقا للكود المصري اللي هي بكام? بستة من عشرة جزر. فاحنا بنروح على قيمة على هيزهر لي عندي مختلفة اختار اللي هي الخرصانة واعمل لها هلاقي في الاخر حاجة اسمها المقصودة باش مهاندس بالموديلس اللي هو اللي هو مقاومة الخرصانة في اغشاد. دي معناها. تمام يا بش مهاندس? وقال لك انا ايه? الله على السيف والله على واحد بقى فاهم كده. ويبقى مدرك للكلمة اللي مكتوبة قدامه. قال لك انا عايز تحسب مقاومة الخرصانة في مين? في منطقة او في منطقة الخرصانة في اه الشاد ده بش مهاندس. والشاد ده بيحصل له ايه? بيحصل له منطقة الشاد هي اللي هتشرخ. قال لك انا عن طريق بتاعت برنامج يعني عن طريق الكود لو انت مختار كود معين فبالتالي هو هيجيب الكود ده ويبقى عارف ان الكود الامريكا او الكود البريطاني بالنسبة له بقامة معينة هيحسب. لا يا بش مهاندس احنا عندنا الكود المصري مش موجود في تسيف. فبالتالي بدخل هنا مين? بدخل يوزر. انا كمستخدم انا اللي هعملك عليها. انا اللي هدخلها لك. احسب بقى دي ستة من عشرة جز احط الاف سيو باش مهاندس عندك. واحطها هنا في القومة اللي موجودة عندك وخلي بالك من الوحدات لو بالنيوتن او بالطان تبدأ تعمل التحويل ده. يبقى انا لو ضفت بس فقط الاف سي تي ار من قائمة بتاعتي هو عنده وهو من تصميم من من رسم القامرة وتعرف قطاعها عنده فهو يبدأ قريدي يحسب مين? فانت دلوقتي يا بش مهاندس قدرت انك تصل في في البرامج ان هو يقدر يحسب وقدر يحسب. عايزه يحسب مين دلوقتي? عايزه يحسب. بش مهاندس سعيب عليك والله انت قلت لك عندك قامرة هي والقامرة دي انت بتعرضها الاحمال صح? الاحمال دي بقى اللي هي اللي موجودة دي قد تكون وقد تكون والمعلومة عشان تكون واضح اكتر في الموضوع ده اللي موجود في البرنامج يقصد به مين? يقصد بالانويد. لان انت في حاجة اسمها اللي هو بقصد به بالاضافة المين? الحوائط. وعندك عرفت الاحمال عندك وبالتالي عملت لها وبالتالي قمت راح حامل لها على الباكية على على بتاعتك او البيمز. فبالتالي هو هيقدر يحسب ده يقدر يحسب ده يقدر يحسب عن الاحمال. فهو هيقدر يحسب نتجة انك عرفت الاحمال وعملت على مين? عن عنصر الانشاية بتاعك. المشكلة في مين دلوقتي يا بش مهندس? في الاي كراكد. ازاي يخلي بقى هو يحسب الاي كراكد وبالتالي هو بقى عند كل اللي هيقدر من خلالها يجيب الاي افكتب. علاقش انا يحسب الاي كراكد ديريا بش مهندس. مش احنا قلنا هندخل كلمة اي كراكد يعني القطاع بالنسبة لي وبالنسبة لي برضو ان هندخل او لو عندي اري اس لاشا هندخلها معنا? فبالتالي يا بش مهندس القطاع هيتقننه فلازم ادخلوا خصائص خاصة بالكونكريت والخصائص دا بش مهندس بتتمسل في الابعاد بتاعته ودي احنا رسمناها اصلا في القطاع ان هيقدة ان احنا رسمنا القطاع فبالتالي هو قادر يحسب الابعاد. لكن المشكلة في مين? فحديد التسليح. لازم عرف البرنامج ان القطاع ده ممكن يكون في اريا اس كقطاع محضوط في عديد تسليح في منطات الشد فقط. او ان القطاع ده ممكن يكون في هذه التسليح في منططة الشد ومنططة الضغط. ده بتعمله عن طريق يا بش مهندس. عن طريق ايكونيك اللي اسمها هتلاقي هنا في حاجة اسمها الاختيارات الخاصة بالتحليل العناصر المشركة اللي هي تدخل يا بش مهندس هتلاقي الايكوني دي يا بش مهندس خاصة من اساسا? خاصة بالتسليح. انك بتحط التسليح يا بش مهندس عشان يقدر يحسب مين? الكراكينج انالس اللي هو قصده مين يا بش مهندس هنا. ما امتع انك تبقى فاهم الماني والصح وانك تطبقه على البرامج صح. طيب بش مهندس هو هنا قال لك في ايكونتين. انا شايف ان الايكونتين دول قريبين من بعض. قال لك انت هتدخل لي مصدر لحديدة التسليح. وممكن تحط لي مينموم لحديدة التسليح. يعني ايه مصدر حديدة التسليح? يعني هي التسليح اللي انت هتستخدمه يا بش مهندس في القطاع دخل له هنا. ولو انت عايز تحط لي مينموم عشان انا لو انت ما عملتش حسبت المنموم دي قبل كده. فالكود هيكرن او برينامج هيقول لك ان الحديد اللي موجود عندك ده هيكرنه بالالمنموم اللي موجود عنده. لو لقت الحديد اللي فيقل اقل من الملموم اللي تحت فيبدأ ياخد من من الشاشة اللي تحت? لكن لو لقى الحديد اللي فوق كان اكبر من اللي تحت فيبدأ ياخد بتاعت او في حديد التسليح اي too او ايه من فوق بمعنى اصح. طيب. بص يا بش مهندس. قالك انا عندك تلات اختيارات. الاختيار الاولين يا بش مهندس كيف ركز معي بعد اذنك. الاختيار الاولين هنا هو ان انا كيوزر كمستخدم هبدأ ان انا احد حديد التسليح. كلمة ربارة بش مهندس اه كلمة حديد تسليح. انا شايف ان اصلا كلمة دي ما تسكرش. يعني كلمة حديد دي تسكر للقطاعات الحديدية اللي هي مادة منشآت معدنية مادة اللي احنا ندرسها في الخرصاء في الكلية زي والشانل والانجل ومش عارف ايه هو الكلام تاعة اللي ستيل ده. لكن الابق في الخرصامة المسلحة نحن نقول كلمة اللي هي اختصار اول حرفين كلمة يعني سيخ او قضيب سيخ تسليح او سيخ مسلح. ده المقصود بالربار. فعشان كده هتلاقي ان اصلا البرنامج شغال حتى الكلام بتاعه مزبوط. هو بقول لك ريبار. ما بقول لكش ستيل. لان الستيل اللي مابودة في في البرنامج هي خاصة بالقطاعات الحديدية او المنشآت المعدنية. فعلك هنا ان اليوزر هو اللي هيرسم حديدة تسليح. يعني ايه? يعني انا لو عندي كاميرا انا روح ارسم فيها حديدة تسليح في البرنامج. فبالتالي هو هيقرأ حديدة التسليح المرسوم ده. وهياخد لك قطر بتاعه وهيبدأ يحسب بقى الحسابات بتاعته عن طريق الرسم. طب عايز تعمل الكلام ده تعمله عن طريق مين? عن طريق قايمة الرسم. عن طريق اوبشن هنا اسمه يا بشمانس. اسمه دروس لبا ريبار. بس انت صعب انك تقعد ترسم التسليح لقاميرات كتيرة عندك والباكات عندك في السقف. فانا الوبشن ده صعب جدا احنا نستخدمه. الا لو انت عندك قاميرا وبتعمل تشكة عليها كشغل ايه. عايز تجرب برنامج يعني. طيب قالك في طريقة تانية اللي هي طريقة الفاينايت المنت باست ديزاين. انا عندها بش مهندس في في ايكونة الدزاين مسلا بيبقى في عندي اه تصميم اه القطعات الخرصانية او العناصر الانشائية من ضمنها طريقة اسمها الفاينايت المنت اللي هي طريقة العناصر المحددة. فقالك ان انا كبرنامج ممكن اعمل لك التصميم للقمرة اللي عندك دي او العنصر الانشائي اللي عندك ده نتيجة الاحمل المختلفة اللي موجودة عليه. طبقا لكود معين. انت حضرك محدد دولة طبقا لكود الامريكا طبقا لكود البريطاني. وفي الاخر هحسيب لك اريا اس واريا اس لانا ممكن لا استخدمها. واما اخد دول حاصلهم في معادلات. هل انت عايز الكلام ده? لأ لانا اكيد مش 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 شغال بكود امريكا او كود بريطاني. فبالتالت طريقة دي هتبقى بالنسبة لي صعبة لانا مش تبقى طريقة دقيقة طبقا لحسابات الاكواد اللي معايا. او حسابات الكود المصري بالنسبة للاكواد اللي موجودة في البرنامج لانا كود المصري مش متعرف في البرنامج. ازا الطريقة الاخيرة ان انا ادخل انا كيوزر مين بقى الارقام دي جاهزة. انا هبدأ احط حديد التسليح اللي موجود عندي ده بش مهندس. سواء اه كان في منطقة الطب وسواء كان في منطقة اه البوتوم. لاحس كده بش فانس ان دي غلطة كتير ممكن الناس بتقول لك ان المقصود بالطب هنا دايما هو الاريا اس داش والمقصود بالبوتوم هنا الاريا اس لا انا شايف ان الموضوع بغلط لان حضرتك لو ركزت في الجملة اللي هو قالها قال لك انا ايه تنشن ريباغر قال له يعني هو قصده على الحالين اللي موجود في منطقة مين بس في منطقة الشاد. طب ازاي طب وازاي بوتوم هو يا بش فانس طبيعي لو انت لي عندك كاميرا كونتينيوس اساسا اهي منطقة ممكن يكون علوي وممكن يكون سوفلي فممكن والمنطقة له هو بيعبر ايه اصلا في الاساس بيعبر عن هنا محتاج هنا سوفلية وعندي هنا محتاج في المومنت العلوي اري اس فا Una باش مهاندس علوية فهو يقصد الكلام ده يقصد السوفلية والاها الس العلوية في منطقة العزوم انه ممكن تكون عند 온صر في عزوم سوفلية وفي عندي عزوم علوية فبالتالي هنا ببهيذكرش دهش يعني هنا ما حطش موضوع الاريا اس داش. فالناس اللي دايما بتقول لك ان الاريا اس داش انا معطرد في معاهم في الجزء ده. اللي ازي لو صححوا لي بقى خطأي. الكلام موجودة وصريحة قدامي. تنشن ريبار. تنشن ريبار يعني احديد في منطقة الشد. ومنطقة الشد يعني منطقة عزوم. يبقى العزوم ده ممكن يكون سفلي وممكن يكون علوي. اختار انا مسلا لو عندي في كمرا عندي اربع اسياخ مسلا في ستاشر اه في هنا اربعة فاي ستاشر مسلا. وعندي فوق هنا سيخين فاي ستاشر. تمام? فهبدأ ان انا احط الكلام ده يا باشمهاندس عندي في الباكر اللي موجودة قدامي. يبقى انا احط هنا. بس انا اخلي بالك يا باشمهاندس ان هنا القطاع ده بالنسبة لك بتحط حديد التسليح وبتحط معا مين? اللي بين كل سيخ وسيخ تاني. دي تنفع مع الاسلاب شوية. يعني الاسلاب بتحط على المتر. فتحط كم سيخ? هتحط كتري كزا معين. وتقول لو لو لكن عندك فمس سيخ فبالمساب من كل سيخ وسيخ في المتر. هتبقى متين ملي يعني اتنين من عشرة متر. لكن لو في كاميرا هتعمل ايه? هتبقى صعب انك ايه? انك تحطها بالزبط. يعني هتقول للمساب من كل سيخ يعني عندي سيخ هنا وعندي سيخ هنا. هتبقى بقى تحطول له مسافة دي بالزبط. صح او لا? بس اعتقد ان الموضوع ده هيبقى صعب في الحتة دي. يبقى في الكاميرات ممكن اروح اقول له ايه بقى ارسمانة الاسيخ اللي موجودة عندي افضل او نتيجة التصميم. لكن في الحال دي يا بش مهانس تنفع لمين بس? تنفع للاسلاب. ده رأيي شخصي. عشان موضوع ده مش موجود غير في السقف بس. فلو نفترض انه عندي سقف مسلا اه خمسة فاي ستاشر على المتر. فبالتالي حط هنا قطر ستاشر. في اه في البطوم او البطن بقى حسب بقى موجود عندك هل انت العزم ده سفلي او العزم. فنفترض مسلا ان هو دي دي كأنها شريحة سقف. وكان عندي هنا وليكن ست اسياخ على سفة ستاشر على المتر تحت. وكان عندي عند الصابورتات عند الركائز آآ في مومنت علوي كان فيه وليكن آآ خمسة فاي اتناشر مسلا اللي هو اقل قيمة. فبالتالي حط هنا فاي ستاشر وحط هنا فاي اتناشر وحط المسافة هنا ست اسياخ يبقى اقول له الف ميلي على الستة يطلع بالمسابة ان كل السيخ وسيخ وهنا خمس السيخ يعني تقريبا كان ميتين ميلي. ده بالنسبة انك لأنا وصفت مينية بش مهندس وصفت حديدة تسليح الاريا اس طيب انا عايز احط بقى حديدة تسليح الاريا اس داش فا كتبناك انا معامل اسمه الميليمم رينفورس الراشيو اللي هو اه اه المييو بمعنى اصح نسبة التسليح بش مهندس الميلمم نسبة تسليح غير من بتكون 일이 میلي العلاقة ما بين الاريا اس وما بين الاريا كونكريت يعني علاقة ما بين حديدة تسليح مساحة حديدة اس. ويبقى فيها عند ميو داش. مقسوم على مين? على الاريا المينمم بتاع الارياس المينمم. وعايز هنا بقى المينمم بتاع مين? بتاع داش. بس يخلي بالك هو عايز هنا مين? المينممم رينفورسنج رشيو. يعني هو عايز من اخر الميو وعايز من نسبة. رشيو يعني اسمه. لكن لو بقلق انا عايز يبقى او كان عايز او نركز بالله الى عليكم المصطلحات اللي بتقال طيب انا لو شغل في كاميرا اذا تبقى للكود بتاع تابعك في الكاميرات بيدين لك من لحديّة التسليح اللي موجود في منطقة الشد. وبيديي لك من لحديّة التسليح اللي موجود في منطقة الضغط. وبرضه الاسلاب نفس الكلام. ناسان جايب مثلا على مين? على الكميرا تبقى للكود المصري. قالك الحد القادنى لتسليح لصوب تسليح القطاعات المعارضة لعزوم انحناء كان دا كان موجود في الكود الرابع في الباب الرابع في الكود عندي وخصصا لمين لحقاة القمرات بمعنى اصح لو انت قاطل الكلام دا في الاخر هتلاقي ان بتساوي في النهاية رقمين بتختار منهم المينمم بتاقي الاقل منهم اللي هو 225 من الف جزر على دي بالنسبة لنا هي القطاع الفعال ولازم تكون اكبر من او تساوي واحد واحد من عشرة الاف يلد مضروبة في القطاع الفعال او اختار واحد وتتا من عشرة من اللي انا حسبتها اللي طلعت تجد التصميم والكلام دا بش مهندس اختار من الاقل يعني ما يقلش عن ما يقلش عن كما بش مهندس عن 25 من مية في المية مضروبة في اللي هي القطاع الفعال اللي هي برضو اللي هتبقى عبارة عن لو كان الحديد التسليح دا كان 240 يعني حديد املس او طري لو كان الحديد دا كان 350 او 400 او حتى 420 يبقى 15 من 100 على 100 في البي في�데 هل هو عايز النسبة دي؟ لا يا بش مهندس threatening كده هو عايز الميو الميو هي مين بش مهندس؟ هي النسبة اللي دايماً قبل مين؟ قبل بيعة الي اللي هي دايماً قبل البيعة اللي انا عمل علي اعلم فيها ده بش مهندس اللي هو عايز دي النسبة بالنسبة له اللي هو عاجزها اساساً يعني تمام طيب تعال نقرأ كده المويد في الكود هو قالك المويد في الكود ده يا بش مهندس تأخذ أدنى نسبة تسليح في القطاع نسبة تسليح في القطاع يعني هو قصده تزيد من مقدار تلاتين في المية عن تلك النسبة المحسوبة يعني واحد وثمان عشرة من الاريا اس اللي حضرتك حسبتها يا بش مهندس تمام بس دي نسبة تسليح انا لا انا عايز نسبة اه طبعا مساحة تسليح انا عايز نسبة تسليحة اللي غالبا هتكون على مين على فدي بالنسبة لنا يا شباب بتعتبر النسبة اللي عندنا فبالتالي اه دايما بتساوي مقسوم على فلو عايز اجيب ازا هي هتبقى النسبة منضربة في دايما دي عبارة عن مين عبارة عن البي في دي البي في دي هو بش مهندس فبالتالي اي رقم قبله هو ده النسبة اللي ايه اللي عايزها ده بالنسبة لي لحديد مين لحديد الشد الكلام ده لو قرأته هتلاقي موجودة عندك انا بش مهندس في الارقام اللي مكتوبة عندك في حالة بالطري بيكون خمسة وعشرين من مية في المية في حالة ده بالنسبة لحد الادنى في صلب التسليح في المواطق المؤرضة لعزوم انحنائي يعني في ملطقة الشد بمعنى اصح لكن في جميع الاحوال بالنسبة لصلب التسليح اللي موجود في ملطقة الضغط اللي ايه الشد يعني هو نسبة من مين اللي بنسمها دايما الفة نسبة من مين بش مهندس من ازاي لازم تجيب الاريا اس اللي موجود عندك الاريا اس مينمم تطلبها في واحد من عشرة تستخدم عن طريقها مين الاريا اس داش مينمم وقال لك انا مع علومة مهمة جدا حسن ان الصب المضغوط يساعد على الحد من تزاود الترخيم على مدد طويل لانه وفاية انا بش مهندس بيزود لك مين بيزود لك انا في خلال الفيديو ده انا عارف ان انا طولت عليكم في اه بس انا بنشرح سلسلة خاصة بالترخيم يعني احنا عايزين نعلم الناس اه صح عايزين نفاهم هم صح عايزين اه لما نشرح حاجة نشرحها كاملة مشرحاش نقصة عشان بيبقاش في لابس في الموضوع تمنى تكون في بتوكو يا شباب وتمنى الناس اه بتتضيقش من طول الفيديو وانا بعتزر عن الاستطلاف الموضوع ده بس ان شاء الله يكون مفيد ليكوا هاني.